شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة تنضى بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاسات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة في قرية كفر الشيخ سليم بتنطى بمحافظة الغربية وقعت الكشف الطبي من خلال هذه القافلة الطبية على 1377 حالة وتحويل 72 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة ومحو 1110 مواطنين وأكد المسؤولون بجامعة تنطى أن القوافلة الشاملة التي نظمتها الجامعة تقدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجا بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر